انا عايز اكون بقى تحضرولي بعد اشدقى اقول للزمائلة النهاردة كارات اتحاد الكرة المصري فيها حاجات مهمة جدا جدا ايه هي بقى النهاردة اتحاد الكرة قالك اللي هيدرب في الدورة المصري وش كده لازم يكون معاه الرخصة ايه لازم يكون معاه الرخصة ايه طيب هتقول يا جماعة الحاجات بتحضر الكرة زي ما قدتلكم لو سمحتم لازم يكون معاه الرخصة ايه طيب خد الرخصة ايه هتبقى موجود في الدورة المصري معوش الرخصة ايه هيبقى عنده مشكلة هيبقى عنده مشكلة كبيرة اللي هي ايه حاليا مش هتدرب ببساطة اللي احاكونا بالنادي فيه من فترة من فترة كارت معنا تعالوا نقولها يلا وبعد كده هشرح لكم برضو شوية التفاصيل كارات اتحاد الكرة المصري تكليف خالد الدرندالي نائب رئيس الاتحاد وحاز إمام عدو المجلس بمرافقة بعثة منتخب مصر الاول في ملاوي واللواء حلمي مشهور ومحمد بركات عدو المجلس بمرافقة بعثة المنتخب الولمبي في زنبيا ايضا الموافقة على العرض المقدم من الشركة المتحدة لرعاية الاتحاد لمدة اربع سنوات تطبيق تصور مصابقات الناشيين لجميع المراحل السنية من خلال دوري المناطق ودوري الكطاعات ودوري الجمهورية بالإضافة إلى منتخبات المناطق وايضا الموافقة على اعتماد المعايير الخاصة باختيار مدربي المنتخبات الوطنية تمهيدا لتشكيل منتخبات مواليد 2005-2007-2008-2009 وده نقطة مهمة جدا اديني معايير اديني معايير واختر على الأساس مش اللي هو اختر اللي أنا بحبه هايل هايل ده شغل محترم نشيد به يعني زي ما منطقت كثيرا دراسة تشكيل منتخب المحليين من مواليد 2003 وما بعدها للمشاركة في النسخة المقبلة لبطولة كأس الأهم الأفريقية للمحليين بالتنصيق مع روي بيتوريا الموديل الفني المنتخب مصر الأول وده أيضا نقطة مهمة جدا ولو تفتكروا أنا ديت بها كتير قوي هنا في برنامج رقم عشرة حلو ان احنا نشارك في البطولات دا السنغال لما لعبت في كأس الأفريقية المحليين فيه تلاتة منهم رأي احترفوا في فرنسا فلعل لو عاسها برضو تبقى ليها إفادة التأكيد على ضرورة حصول مدربة أندية القسم الأول على الرخصة ايه على الأقل حم نكلم عن الدولة الممتاز الرخصة ايه الرخصة الرخصة التدريبية ايه على أن يتم الحصول على الرخصة برو اللي دي أعلى حاجة خالص يعني بالنسبة لهؤلاء المدربين خلال عامين يعني تاخد إيه الأول وخلال عامين تكون معاك البرو مع ضرورة حصول مدربة الناشئين بأندية القسم الأول على الرخصة بي على الأقل على أن يحصل هؤلاء المدربون على الرخصة الأعلى التي تليها خلال عامين يعني بعد عامين يكون معاهم ايه التأكيد على ضرورة حصول مدربي أندية القسم الثاني على الرخصة B على الأقل وحصول مدربي النشئين بأندية القسم الثاني على الرخصة C على الأقل على أن يحصل هؤلاء المدربون على الرخصة الأعلى التي تليها خلال عامين ولن يسمح لمن يخالف هذا المعايير بممارسة عمله في الأندية الموافقة على إقامة دورة لمدربي البنات لعدد 30 فرضا للرخصة C بالتعاون مع الكافة ومخاطبة الاتحاد الدولي لقاطل قدم فيفا لإفاد مطور فني للتعاون مع الاتحاد المصري ودي برضو خطوة جاية الموافقة على اشتراك منتخب مصري لقاطل شطائية في دورة بلا روسيا الدولية الوديه أخصص الموج بالاستعادل لكأس العالم وتشكيل إدارة الأكاديميات بإشراف عامل حسين ومحمد بركاته حازي إمام أعضاء المجلس دي برضو نقطة مهمة جدا عشان نشوف الشباب والنشيين وقاعد النشيين نشتغل معاه بشكل كويس الموافقة على إقامة المباراة الوديه للمنتخب الإنبياء أمام نظيره السوداني يوم 18 مارس الجاري طيب دي كارات اتحاد الكرة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة